سلام الإخوان يعني فتحلينت على المقابلة ديال بارسلونا ضد أساسونا يعود إليكم كما سماني البعض بالمتشائم ها علش ها علش كانت شائم لهذا أتشائم من فريق بارسلونا يعني البداية كانت ضغطة من فريق أساسونا على فريق البارسل الذي دخل بتشكيل شبه إحتياطية يعني تشكيلة كانوا فقط فيها أربعة لاعبين أساسيين كوبارسي يعني تقريب أن كان لاعب أساسي كوندي من اللاعبين الأساسيين بيدري لعب أساسي وليفاندوفسكي أساسي أربعة لاعبين فقط فيما مجموعه حضاش اللاعب يعني الكل يعني اللاعبين الآخرين كلهم سبعة لاعبوا إحتياط ولاعبون صغار ولكن يعني هذه القرارات هذه قرارات مدرب سنمشل تحليلات المقابلة بشيئا فشيئا ثم نتكلمه بعد ذلك في العشر دقائق الأولى فريق الخصم يعني أساسنا ضاغط بقوة والبارسة دفاعيا كان ممتاز دخول البارسة فقط يعني باللاعبين الاحتياطيين أربكة يعني الفريق وجعل من الفريق لا يلعب بطريقته المعهودة وخلق مشاكل يعني كثيرة للفريق وللمجموعة أول فرصة واضحة للتسجيل في الدقائق 14 تسديدة تمر بجانب القائم لأساسونا بسبب سوء تغطية من كوبارسي ودومينيغاز يعني أول لقطة ستكون في الدقائق 14 أساسونا ضغطت دارت محاولات ولكن أول لقطة خطيرة لأساسونا كانت في الدقائق 14 يعني تنائية دومينيغاز مع كوبارسي فيها كلام كثير في الدقائق 17 يسجل الفريق الأحسن فوق أرضية الملعب ألا وهو أساسونا يعني سجل بعد محاولات عدة وضغط كبير على عناصر فريق البارسة البارسة اكتفت بالدفاع أساسونا تخنق فريق بارسلونة في منطقته في العشرين دقيقة الأولى دابرة عشرين دقيقة تمركال بونت يعني في دقيقة تقريبا 17 عشرين دقيقة ما زال أساسونا ضغطة على فريق بارسلونة والبارسة لا توجد ردة فعل للفريق الكتلاني بارسلونة تائه تماما في هذه الدقائق يعني إلى غاية دقيقة 25 أنا بحل لك كنت تفرج فريق آخر وليس فريق بارسلونة لا توجد ردة فعل من الفريق بتاتا يأتي الهدف الثاني بطريقة جميلة وجد رائعة من مهاجم أساسونا على طريقة الكبار يسجل في الحارس أو الثقب الثاني لبارسلون قلنا الثقب الأول ألا وهو واشتغن أما الآن فجاء الثقب الثاني إلا لا حتوفوا في واحد فيديو سابق قلت بأنه بينيا ما يقدرش يجلس بلا من يتمركوا عليه هدفين أو ثلاثة هدف على الأقل دائما ورقنا درنا واحد الحلقة فقط على الحارس بينيا ودرنا واحد الحلقة درنا فيها مقارنة بين بينيا وشتغن وشفنا بأنه مع بينيا شتغن هو النور مقارنة بين شتغن وبينيا فقط شتغن راه تقبل أوزون ولكن مقارنة بين بينيا فشتغن راه نور طراحة يعني فريق أساسونا يتلاعبوا ببرصرون يعني في الشوت الأول بواحد طريقة غريبة جدا فليك استصغر الفريق الخصم ودخل بتشكيل احتياطية قريبا وجاءه الرد صاعقا من فريق الباسكي أول شبه فرصة ستتاح لبارسلونة في الدقيقة 27 يتصدى لها الدفاع أداء باهد وضعيف من فريق البارسل وأوساسونة يتعملق ويقدم مقابلة خرافية ضد أشبال فليك أوساسونة ضيعت فرص بالجملة يعني لو كانت شوفوا عدد الفرص التي ضيعتها يعني أوساسونة في الشوت الأول لكانت النتيجة أكبر من ذلك بكثير يعني شوت كامل والبارسل نائم في سبات عميق فليك يعني حلقة عندما يفوس فليك نقول بأنه هو القدوة وهو السطار وهو النجم وهو العقل المدبر والعقل الألمانية والمدرب المحنك ولكن حين يخسر الفريق قد تجد تبريرات رابدت تبريرات في الكومنتر آه لعبنا بفريق الرديف آه لأخوانا المدرب تلعب بالفريق الرديف أشكري تحميل مسؤولية المدرب ماشي أنا مدرب دخل بسبعاد ياللاعبين احتياط الناس مكتدير تناوب وكتد تريح اللاعبين في كل مقابلة تريح لاعب أو لاعبين على الأقل ما تريحه فريق كامل فليك ريح فريق كامل ادخل بعض العناصر لأساسية فقط هل هذا خطأ لاعبين؟ هل هذا الخطأ ديالي؟ ربما هذا خطأي أنا أنا الذي أقول بأنه خطأ استراتيجي من فليك قلنا بأنه فليك أخطأ في مقابلة موراكو قلنا بأنه فليك مقابلة خطفي لم يفعل شيء والآن نقولها قلنا سابقا بأن مبالط خطفي عرتنا أرى النتيجة التي قدبنا بها مع مع فيلاريال قلتها بأنها نتيجة خادعة فعلا سجلنا أهداف كثيرة وكانت فرص كثيرة وكانت مباراة محلولة ولكن قلت بصراحة العبارة بأن تلك النتيجة لا تعكس تفوق البارصة تماما لأنه لو فيلاريال سجلت كنا خرجنا بواحد الفضيحة ها هنا نحن في واحد فريق يسجل من أنصاف الفرص ها الفضيحة ألا تعتبروا هذه فضيحة؟ ألا يعتبروا هذا يعني كما نقول لنا الفهامات نتعفليك أو كما نقول لتخربق نتعفليك أو كما نقول لتقزائد نتعفليك دخل أنت فريق نتعرك تلعب مع أبو خوم أما تحرك Black sulagan هو الدور الإسباني قلنا بأنه الدور الإسباني دوري لتيني يعني في واحد جود أنت لعبين عكس الدورياء الألماني فيه قوى بدانية فقط هذه القوى البدانية دي أجل سيفشلوا في verb known وهذه التشكيل أنا أعطيت لك لماذا يفشل لا يوجد عناصر يحبها ومع ذلك يتفلسف أنت لا لديك فريق أنت لديك شبه فريق وتفوز بالمقابلة بالحض كما رأيناها في خطال مقابلة حض أه فيلاريال ربما فستبئ بالنتجة عريضة ولكن هذه النتجة لا تعكس ما وقع في المقابلة صراحة ها هي جد المقابلة ضد من هذا هو الإشكال يا إخوان ضد أوصصونا الفرق الضعيفة هي التي تعرينا عرّتنا خطافي ها هو جل جاءت الفضيحة على يد أوصصونا كيف تعرف بي ها تقول لي شماعة معدناش لاعبين هرا كنا لاعب أخوان ها ها والمدرم دخل بتشكيلة يدخل بالفتيان يدخل بالشابب يدخل بالكوهل شغلو هذاك أنا ما أعرفه نتيجة المقابلة أنا ما أعرفه اسم بارسا ضد من ضد اسم أوصصونا وش أوصصونا هرا تقولها لأي واحد لا يتيقها يقول له أستسونا غربت بربعة لسوش يقول لك غالب هرا البرسا غربت بربعة لسوش لا غادي نقول له دخلنا باب لبزاوز يقول لك أخوان أخوان ماذا كنت خلدك ها نريح اللاعبين هل أنت هبيلت ريحة كاملة بهذه الكلمات سيواجهك البعض هل أنت أحمق لكي تجعل فريق كامل يستريح أرى أغلب محللين النقاط الصحفيين في العالم يعني عاتبوا فليك يودي راه مين تبقيت ريح اللاعب في كل مقابلة ريح لاعب واحد لاعب واحد هذه المقابلة في خطف الريح واحد في أستسونا ريح واحد المقابلة الجي ريح واحد وهي غادية دواليك ها وجهنا ريحنا فريق كامل خسارة بقالاقل كما يقولها المصري فضيحة بقالاقل يعني فليك يتحمل مسؤولية كاملة صراحة وما زال سيخرجون للناس وراء التحكيم راه من التي تأسست الليقة في 1922 والتحكيم ضد برسالونة رأى ليس بجديد تحكيم تحكيم منذ زمان ضد برسالونة وليس بجدد ليس فقط في مقابلة وصصونا أو في مقابلة أو هذه السنة أو السنة الماضية أو مقبلها رأى هذه قرن من الزمان والتحكيم ضد برسالونة لأن التحكيم دائما يأتي مع الفريق الملكي فريق النظام ما الذي يجعله الفريق التي تفرج فيها الملك وتفرج فيها النواب وتفرج فيها الوزراء وتفرج فيها الكل ما تبعوا في برسالونة لا 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 من أول فرصة في الدقيقة 52 لتقريص الفريق من ليفا تضيع بغرابة ليفانتوسكيش تضربها أعطيها القرف الناس بخطأ مرة أخرى يسجل البارسا خطأ أن تحارس مرمى أساسونا يهدينا هدف وش هذه كثيرة تعبوا تمرك خطأ أن تحارس عدتنا هذا مرة أخرى نسجل بأخطأ من الخصوم تحرك برسالونة وبدأ يضغط بقوة لإدراك التعادل استفاق الفريق من سباته ولو واحد جزء بسيط وبدأ في خلق بعض الفرص والاستحواذ على الكرة من خطأ غريب كذلك من دفاع البارسا سقطت الكرة أمام مهاجم أساسونا ويضيعها بغرابة في دقيقة نين وستين كادت تقتل المباراة دقيقة دقيقة خمسة وستين جعمك توريس باش نولي وحنا في المقابلة أضاع فرصة ريمونطادا كما نقول ضيعنا هذا توريس ماذا يفعل في بارسالونة الله أعلم في الدقيقة سبعين يتحصل أساسونا على ضربة جزاء مستحقة بسبب الضغط المتوصل لأن الفريق اللي يضغط يجبر الخصم على ارتكاب الأخطاء ضغطت أساسونا فارتكبت البارسا أخطاء وبالتالي ضربت جزاء تعقدت مأمورية البارسا بعد الهدف الثالث يعني نعود لنفس السؤال هل هذا الفريق قادر على المنافسة وقادر على تحقيق الألقاب أنا أريد غير ميساج لدوك أصحاب سوف نضيف السوداسية أغير حشمت نقول شكل ما في هذا الفيديو هذا أساسونا يضيع الهدف الرابع في الدقيقة 78 لو لا رعونة المهاجم طبعا وتستمر أساسونا في تضيع الفرص الواحدة والأخرى مرة أخرى تضيع أساسونا هدف في الدقيقة 82 وفي الدقيقة 84 من تسديدة صاروخية وبما أننا نمتلك حارس تقبة آخر يسجل الهدف الرابع أين فريق بارسلونة وأين فليك وأين اللاعبون الله أعلم الجماهريكان تتفرج في شيء اسمه بارسلونة فقط هدف الدقيقة 89 من يامال لا يغير الأمر الواقع ولم ويعني صراحة البارسا سوء تقدير وسوء تخطيط من فليك أضاع المقابلة وخارجنا بفضيحة يعني قراءة خاطئة مرة أخرى من المدرب وقال هالمدرب في الصحفية بعد المقابلة قال أنا أتحمل المسؤولية صراحة يعني الرجل كان شجاعا عكس بعض المشجعين البعض قال لك رأيت تحكيمة رأيت ضغل عنا بيلانتي رأيت رأيت الهدف الثاني رأيت كان خطأ الباو الأخطاء جزء من الكورت القادم خلينا من الأخطاء هل بارسا لعبة كور ستقول لي لعبة بالأبطاء بالأطفال دائما نحن نتبر على السبب مرة تقول لي أطفال مرة تقول لي تحكيم مرة تقول لي أفراك أنت بعدها أين أنت بعدها من كل هذا أين أنت أعطيني فريق وأعطيني ستيل دوجو وأعطيني طريقة لعب أقول لك أنا عام أجبرتنا الأخطاء التحكيمية على أساسونا يا صاحبي ما تقول أنا ما تقوله مع مع بايرومينيك ما تقول من قيلتك بايرومور هل تستطيع تسلكها كيف ستسلكها بهذا بهذا أعضار لا رأي حاكم لا رأي الأطفال لا 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 هدخوا يدخلوا اللعب على الأطفال هو يرونها و يزبلها و يخسر و أنا أدبّره على الأعضار فلنستفق قليلا .. رقلناها سابقًا و نحن إذا نكرر ما قلناه سابقًا لا نمتلك لحد الآن فريق و خصوصًا الدكة لم تبرب أن تدخلو فريق الثاني كهين شيئًا فلا يوجد شيئًا ما كهين والو مش اللين أصلاً ما نمتلكوش فريق فما بالوك بالتكة واو جيك بعض المشجعين ورحنا والتحكيم فعلا التحكيم أخطأ وكانت أخطأ قاتلة وفعلا لو لم يحتسب الهدف انتعبوا ليه زي ما قبل الهدف انتعبوا كنا مطفرينه كنا ضغطين حنيا وكنا رابحين وكنا يعني صراحة إلى بعض المرات ما نصب ما نقول ما كنت باقي ندير قاعد الفيديو والله ما كنت باقي نديره قلت أنا قاتي غيس دعونيرا تحكيم راتاتاتي تاتاتي تاتاتي احنا ديما ندبرع تسبا وحنا أصلاً ما كينوالو وشكراً